وكأنها من خارج الزمن يشد المستكشفون رحالهم صوب بجرين عبر ممرات ضيقة في الجبال قرية إلى أشباح كما يطلق عليها اللبنانيون تلك القرية المهجورة منذ الحرب العالمية الأولى بعد أن كانت مأهولة لمئات السنين هي ضيعة فنئية بامتياز طالع على البحر الأبيض المتوسط في عنا كثير أثارات منها بالدل أنها ضيعة فنئية عندنا الأبار الفنئية عندنا النوويس عندنا الكهوف وعندنا الكونستركشن بقلب البيوت في أحدى ليالي الحرب العالمية الأولى قبل أكثر من مائة عام تجمع الأهالي في هذه الكنيسة بعد سنوات الحرب والمجاعة والفقر وقرروا أغلق بيوتهم والهجرة تقول الرواية التاريخية لتتحول أطلال القرية بعد عقود إلى مقصد للمستكشفين والرحالة فباتت المنازل التي أغلقوها يوما بلا سقوف ولا أبواب تجاور الزمن وكأنها قطعة من الماضي كان قدرا أن تهجر هذه القرية وتتحول إلى أطلال لكنها اليوم باتت تضج بالحياة وإن كان ذلك من قبل المستكشفين أو الرحالة حمد شبرو العربي بجرين جبل لبنان